القارعة من أسماء يوم القيامة حسن زاك الله خير على التنبيه سمية القارعة قارعة لأنها تقرع القلوب بهولها ومنه القرع ومنه المقرعة وهي المطرقة لأنها تقرع الشيء وتحدث له صوتا وضجيجا فهكذا قارعة القيامة فإنها تقرع القلوب بأهوالها وتفزع القلوب بمخاوثها والله المستعال أسرى يؤمننا وإياكم ذلك اليوم ثم هول من أمرها فقال ما القارعة وما أدرى كلهم باب التهويل والتخويف الشديد لهذا اليوم العظيم ثم قال تعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يعني أنهم عندما يخرجون من قبورهم يخرجون كعنهم الفراش المنتشر كما في الآية الأخرى أو كأنهم الجراد المنتشر كما في الآية الأخرى كأنهم جراد منتشر يخرجون فزعين خائفين إلا من أمنه الله جل في علاه فهم ينتشرون ويتوزعون ويسيرون كأنما يسيرون إلى نصب معينة يتجهون إليه وهم يتجهون إلى أرض المحشر إلى الساهرة كما هي أرض المحشر كما بيّنها رب العالمين ثم بيّن بعض ما يكون من الأحوال عند قيام الساعة قالتك وتكون الجبال كالعهن المنفوش يعني كالقطن المندوف هذه الجبال الشديدة الجبال الراسية تتفتت وتدك وتنتشر كأنها شيء ثم بعدها تسوى بالأرض حتى تكون قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتاء ثم بيّن أحوال الناس جل في علاه يوم القيامة وأنهم يكونون على قسمين القسم الأول الذين ثقلت ثقلت موازينهم وهم الذين رجحت حسناتهم على سيئاتهم ما هي نتيجة هؤلاء قال فهو في عيشة راضية يعني عيشة مرضية يا أية والنفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية معنى أنها راضية مرضية أن لها رضا تام ليس فيه كدر أبدا ولا ينقطع هذا الرضا ولها ما شاءت كما جاء في الحديث الإلهي قال أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فهذه والله نعمة يجب السعي إليها وذاك اجتهد يا عبد الله المؤمن أن تسعى لرضاء رب العالمين عليك فإن الله عز وجل إذا رضي عنك أرضاك وإذا أرضاك لم يسخط عليك أبدا وأما القسم الثاني فهم الذين خفت موازينهم الذين خفت موازينهم يعني رجحت سيئاتهم على حسناتهم أو لم يكن لهم حسنات أصلاً وهم الكافرون ما هي النتيجة؟ وما هو المأوى لهم؟ قال جل وعلا فأمه هاوية يعني يحتويه يوم القيامة احتواء الأم هاوية عظيمة الهوي وشديدة الانخفاض وهي النار والعياذ بالله ولذاك بيّنها رب العالمين قال ما أدراك ما هي يعني ما هذه الهاوية؟ قال نار حامية ليست مجرد نار بل هي حامية يعني شديدة إيش؟ الحرارة فهي كما في الآية الأخرى نار الله الموقدة وهي نار السعير يعني دائماً حامية ودائماً مستعرة ودائماً شديدة الحرارة والعياذ بالله ولذاك لا يخبى نورها ولا تنطفئ أبداً بل دائماً مسعرة ودائماً شديدة الحرارة ودائماً لا يخفف عنهم من عذابها أعاذنا الله وإياكم منها والله المستعاد نسأل الله يعيدنا وإياكم من نار جهنم